اشتركوا في القناة صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله للمعارض تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهل ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جدي عنه ثم ينجيه كلا إنها لغا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جدوعا وإذا مسه الخدر منوعا إلا المفلين الذين هم على صلاتهم دائمون ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن استمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت تكرة الموت بالحق وجاءت تكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غسلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عليد مناع للخير معسد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب السديد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحانا وقال قبل إذا تناهى والنهار إذا جلناها وقال قبل إذا جلناها والليل إذا يوشاها ما؟ سماعي وما فهذا وللأرض وما طحازا وما طحازا فألهمها فجورها وتقوها وما طحازا وما طحازا وما طحازا ولقد طلقنا الإنسان ونعلم ما توسوث به نفسه ونحن أقرب إليه من حبيب وليد إذ يتلقى المتلقيان عني وعن الكمال قعيد ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عزيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تعيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوحيد وجاءت كل نسل مع تارق ويهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا أنك بطاءك فغضرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عزيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناء للخير معسد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه بالعذاب الشديد قال قرينه ربنا لا أطويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لديه وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لديه وما أنا بغلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل سلأت وتقول هل من نجيد يوم نقول لجهنم هل سلأت وتقول هل من نجيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم متوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرين